اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله الله الحمد لله الحمد لله الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد نحن في زمن كثرت فيه الشرور والفتن وانتشرت الغموم والهموم وقد أعاطت بالمسلمين من كل جانب فلا منجأ منها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة أيها المسلمون إن المسلم إذا قرأ سورة الكهف في جمعة يُعصم من الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضع له النور من بينه وبين العديد عزة في الله اعلموا أن سورة الكهف فقد اشتملت على قصص مختلفة وعبر شتى منه ذكر أصحاب الكهف وهم فتية صدقوا في إيمانهم بالله عز وجل قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزلناهم مدى أما بركات من سورة الكهف عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آية من أول سورة الكهف وفي رواية من آخر سورة الكهف عصم من التجال وأخرج الإمام البيض بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم في كل جمعة حاجة وعمرة فالحجة الهجيرة العربية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخفئة فاستغفروا إنه هو المفرر الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذره فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له ونشهد أن نسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم متسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأكباعه وأزواته وذنذياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأبو الله علي وفاطمة سيدة مساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وحمزة أسد الغالي وأسد رسولي إضوان الغالي تعالى عليهم أجمعين اللهم مغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطلة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تنتخذوهم غرضا من بعد فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبأغضي أبغضهم وخير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم نصر الإسلام والمسلمين اللهم نصر عساك والمسلمين اللهم نصر جماعة الموحدين اللهم نغذر قلوبنا بالقرآن وزيد أحلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا بالجنة بالقرآن يا عزيز يا مفاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء في القربة ويدهى عن الفحشاء والنكر والباوي يعيبكم لعدكم تذكرون فاذكروني أذكركم فاشكروني ولا تفرون السلام عليكم 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 السلام عليكم